يتعذر على حوالي 15 مليون شخص في العاصمة ومنطقة أكسفورد ريح حدائقهم وملئ أحواض السباحة التابعة لهم فضلا عن منعهم من تنظيف السيارات والزجاج والباحات الداخلية باستخدام خراطم المياه وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ قرابة العقد الذي تشهد فيه لندن قيودا على استخدام المياه في ظل وقوعها تحت وطأة الجفاف الشديد بعض من شركات المياه أعلنت عن تدابير مشابهة لأسيمة في الجنوب وأيضا في يوركشاير شمال شرقي إنجلترا وتم اتخاذ تدابير مماثلة أولى في الخامس من أغسطس ومن المتوقع أن تطول هذه القيود نحو 30 مليون شخص بحلول نهاية الأسبوع المقبل مستوى المياه في الغزانات والأنهر بات أدنى بكثير من العادة في ظل انخفاض نسب الأمطار العام الماضي واشتداد الجفاف الشركة تعرضت لانتقادات أيضا بسبب وقوع تسريبات كثيرة في شبكة المياه موضحة أنها تعمل على حل هذه المشكلة بريطانيا أعلنت حالة الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد الأسبوع الماضي وسط حالة من الجدال مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تخطط حاجز الأربعين في الأيام الماضية وهناك الكثير من الأزمات التي تعتضر نهر الثيمز ولا توجد حاليا أي علامات على الرطوبة فقد أدى الجفاف الحاد إلى تغيير منبع هذا النهر ذي الرمزية الكبيرة لبريطانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر